اشترك في القناة ليصلك كل جديد اولا باول دمية مرعبة للبيع بخمسة الاف دولار اكتشف الحكاية الكاملة اسست سيدة امريكية عملا ناجحا من خلال تصنيع دمان باشكال مرعبة بشكل يدوي تبيع تلك السيدة دماها باسعار باهظة تصل الى خمسة الاف دولار لكل دمية بدأت بين شانين ست وثلاثين عاما بتصنيع اول دمية مرعبة قبل حوالي ست سنوات لتهديها لاحدى صديقاتها ومنذ ذلك الوقت بدأ عملها بالازدهار ثم راحت تصنع دمان على شكل زومبي وجنيات ومصص دماء وغير ذلك من الاشكال المرعبة بحسب صحيفة ميرر البريطانية يتراوح سعر الدمية الواحدة بين ثمانمائة دولار كحد ادنى وخمسة الاف دولار كحد اقصى هذا يعني ان بين التي تعيش في واشنطن تكسب حوالي ثمانين الف دولار من بيع الدمان كل عام وقد استطاعت بذلك ان تشتري منزلا جديدا وسيارة دفع رباعي من ارباحها بالاضافة الى القيام برحلة بحرية مع اسرتها حتى الان تمكنت بين من تصنيع حوالي ستمائة دمية وتستغرق كل من هذه الدمى حوالي عشرين ساعة عمل خلال مواسم الاعياد تقوم بين بتصنيع ما يقرب من خمس وعشرين دمية حيث يسارع العديد من الاباء للحجز لديها والتأكد من انتهاء العمل على دمى اطفالهم في الوقت المناسب هل سألت نفسك اي نوع من الدمى هو الاكثر مبيعا لدى بين تقول بين ان دمى مصص الدمى هي الاكثر مبيعا بين باقي الدمى وتضيف انها لا تبدو ميتة على الاطلاق فهي قريبة من الواقع وفي بعض الاحيان يخيل الي انها تكاد تبادل النظرات عندما انظر اليها تعتقد بين ان هناك سوقا رائجة لهذا النوع من الدمى المرعبة على الرغم من ان بعض الناس يصابون بالصدمة عندما يشاهدون الدمى التي تقوم بتصنيعها اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة